خلاص كلها ايام ويبدأ شهر الصيام كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب وطبعا يعني مواعيد رمضان غير اي مواعيد تانية في سنة كلها وعشان كده فيه النهاردة معلومات مهمة جايلنا من مجلس الوزراء عن مواعيد قفل المحلات في شهر رمضان المجلس النهاردة وافق على مشروع قرار من وزير التنمية المحلية بيحدد مواعيد قفل المحلات من اول ليلة في رمضان لحد اخر ايام ايد الفطر ان شاء الله القرار بيستسني تسع انشطة للمحلات من هذه المواعيد القرار حدد الساعة 2 الصبح لقفل المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافهات والبزارات ولكن خدمات التكوي والديليفري للمطاعم والكافهات هتكون مستمرة 24 ساعة اما بالنسبة للورش اللي موجودة في المناطق السكنية فمعد قفلها يكون ساعة 10 مساء بالزبط باستثناء الورش اللي موجودة على الطرق والورش اللي موجودة في محطات البنزين والورش اللي بتقدم خدمتها للمواطنين في ظروف الطريقة اما المحلات اللي بيستسنيها هذا القرار فمن ضمنها محلات البقالة بقى والسوبر ماركت المخابز هذه هي استثناءات من القرار بتراعي كمان المواعيد الليلية لبعض المحلات زي مثلا محلات الفكهة محلات الخضار محلات الفراخ أسواق الجملة طبعا أكيد السيداليات كمان النهاردة وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار هيبدأ تطبيقه وبشكل رسمي من يوم الأربع 22 مارس الجاي يعني في أول ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير معنا على تليفون الدكتور خالد آسم المتحدث باسمه زارة التنمية المحلية دكتور خالد أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة وبداية هذه المواعيد هتستمر لغاية آخر يوم في العيد وبعدين هنرجع زي ما كنا الأيام دي ولا إيه اللي هيحصل بالضبط أهلا وسلام بحضرتك سيدا إنجي وكل سنة وحضراتكم كل سنة وحضراتكم بخير يا رب بخير يا رب كده ورمضان كريم علينا جميع هو بالفعل يفندم بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك طبعا هنرجع لي المواعيد اللي هي الحالية ليما قبل رمضان كما تعلمي حضرتك طبقا لقرار سيد وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 ده كان بيكون طبعا شهور الصيف وفق الأحكام القرار ده بتعتبر من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل وبالتالي احنا بعد إن شاء الله شهر يعني رمضان وأجازة العيد هنرجع لي التوقيتات اللي هي الشتوية لحين طبعا الجمعة الأخيرة من شهر إبريل إن شاء الله وتستمر التوقيتات الصيفية حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام إن شاء الله إن شاء الله في محلات وفي أماكن لها طبيعة سياحية زي خان الخليلي مثلا هيلتزموا برضو بالموعد دي أتمنى أن يكون لأ بصراحة هو طبعا يعني خلينا نقول إنه يعني الأماكن التراثية والسياحية وفقا لقرار السيد وزير التنمية المحلية اللي أنا أشرت إليه طبعا المحافظ المختص بيعرض على السيد يعني الوزير الطبيعة الخاصة وبيتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والسياحة والأثار حول الأمور المشتركة والمرتبطة بتطبيق أحكام القرار ده أو أي تعديلات بتجري عليه في هذا الشأن يعني لسه ما فيش معلومات واضحة وصريحة أصلي خاني الخليلي ده والأماكن اللي هناك ناس كتير بتحب في رمضان تروح الأجواء السحرة دي ويتسحروا هناك وممكن يصلوا هناك الفجر فهيحبوا يعني ياخدوا الصحور هناك كمان بالمر هو طبعا يعني زي ما قلت بريتك هو السيد محافظ القاهرة لما بيعرض سيد وزير التنمية المحلية بيتباره رئيس اللجنة العليا للبقاء العامة يعرض على اللجنة ويقر يا فندم اللي اتراها اللجنة يعني فالأمور دي يعني مدارة من سنة 2020 وبالتالي السلفة تحصل ايه طيب اه الامر مش جديد يعني السلفة تحصل ايه كان الوضع دعم يا فندم السلفة تحصل ايه حصل ايه في الموضوع ده ارجع للسمنة في هذا الشأن يا فندم تمام اتمنى ان شاء الله استنادي كده يدخلونا نستمتع بأجواء الحسين وخن الخليل لانه من المناطق الجميلة اللي تحس ما بتروح فيها كده بتاخد طاقة ايجابية جميلة جدا طيب لو حد خالف الموعيد الموجودة في هذا القرار ايه الاجراء اللي بيتم اتخاذه ضده؟ يعني هو القانون طبعا قانون المحل العامة مية اربعة وكانت تنظم الموضوع ده ومطبق طبعا منذ عشرين وعشرين ومجناء عليها فندم هو طبعا في الاول خلينا نقول انه بيتم التنبيه ثم بعد ذلك فيه يعني الاقوبة تبقى متدرجة حتى الغلق لو تكررت الاقوبة طيب فيه نية لتعديل الموعيد اللي هي زي ما بنقول ايه زي ما فيه الموعيد الشتوية الموعيد الصيفية هندخل بعد رمضان والعيد هندخل تاني على فصل الصيف هيبقى فيه هنرجع تاني لفكرة الموعيد الصيفي والموعيد الشتوي بتبتدي من طبعا يوم الجمعة الاخيرة من شهر ابريل من كل عام وبالتالي الموعيد الصيفية المقررة تبقى لقرار السيد وزيز التنمية المحلية ده بتبتدي برضو من سبعة صباحا بالنسبة للمحال وطبعا بيقفلوا طبعا في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وطبعا أيام الجمعة والأجازات والأعياد الرسمية بتغلق الساعة واحدة صباحا فاحنا بساعة من كل هذا وزاك دلوقتي في رمضان هنمتد الغايب الثانية صباحا ان شاء الله يفند طيب يعني خليني أستغل وجود حضرتك معي والحية النهاردة كان فيه سيول في بعض مناطق جنوب سينة وده طبعا اللي كانت تهيئة الأرصاد الجوية متوقعا مبارح وكلمنا عنه مبارح كمية المطر والسيول مالت كل البحيرات والسدود وخزنات الميا الجوفية اللي في سنت كاترين وفي نويبع وطابة ويعني كان فيه شلالات ميا بسبب طبيعة الجبال هناك في هذه المناطق بعد السيول غيرت مصارها الطبيعي واتجهت للبحر زي اللي حصل في منطقة وادي تيران اللي بيعتبر أشهر وأطول الأودية في جنوب سينة طبعا المنطقة دي مشهورة بسياحة السفاري زي ما المطر أخير لسكان مناطق جنوب سينة لأنها بتملى الميا الجوفية اللي بتعتمد عليها الزراعة والحياة عموما ولكن هي بتعمل بعض المشاكل في بعض المحافظات حصل النهاردة إيه وتصرفتوا إزاي النهاردة في الموضوع؟ يعني إحنا غرفة العمليات وأدارة الأزامات في زر تنمية المحلية حضرتك ربطة من أول مبارح مع غرف الأزامات والعمليات وكمان آآ تم توزيه الدكتور خالد معي الدكتور خالد المصرية آآ فطبعا أرأت سفار لأسفاري وصلنا من غرفة العمليات ودرس الأزامات آآ وهو تحديثين إلى إستمرار آآ مطابعة إستمرار حالة عمل الاستقرار في الأحوال الجوية وخلينا أقول لحبرتك سقوط أمطار الخفيفة المتوسطة تنزع على تور سينة وسانت كاترين بجنوب سينة مع تساقط سلوك خفيفة سقطت أمطار متوسطة على مجينتي هارب والزعفرانة بالبحر الأحمر سقطت أمطار متفاوطة شدة على أحياء في الأسكندرية المنتزة أول وثاني والعمرية أول وثاني وشارق وحي شارق ومدينة برج العرب وعلى مدينة الزائزيق ومحافظة الشرقية تماما كان فيه عندنا في القاهرة أمطار خفيفة على بعض الأحياء وإيه كذلك في الجيزة والسويس ومطروح والدقالية ودوميات والمنوفية والسماعيلية وشمال سينة وبالفعل الأجهزة التنفيذية في المحافظات يعني المشار إليها قامت بالإدراءات اللازمة وبالتنفيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات الأحياء لسحب مياه الأمطار وزير له عشام أمنة واجه السادة المحافظين باستمرار رافع درجة الاستعدادات كمان وخصصة المحافظات المعرضة لسقوط أنصار وتعقلبات جوية طبقا لتقرير هيئة الأرصاد وده الهدف منه فاندم ضمان درجة الجاهزية والقدرة على مواجهة أي ظروف طريقة كذلك الاستمرار في التنفيق طبعا مع الغرفة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء ومركز المعلومات والتخاذ القراري الحمد لله يعني السيول في جنوب سيناء ملهاش تأثير سلبي بالعكس المطر أخير في هذه المناطق لأنها زي ما قلت كده مصدر رئيسي للمياه والحقيقة طبعا محافظة جنوب سيناء دايما بتعمل إجراءات معينة عشان تحافظ على سلامة السكان والسياح لأنه كان النهاردة فيه أفواج كبيرة يعني في سانت كاترين فكان فيه تعليمات ليهم أنهم يعني يلبسوا لبس ملائم وتقيل قبل ما يطلعوا جبل موسى لأنه طبعا درجات الحرارة كمان بتقل في الأماكن العائية طيب ده بالنسبة للمناطق دي اسكندريا حصل فيها النهاردة ما زي ما قلت أنه بالفعل سفقت أمطار النهاردة عملت أم عدد على حياء المنتزى أول وثاني والعمرية أول وثاني حي شرق ومدينة برج العرض وتم التعامل مع مياه الأمطار الموجودة هناك كذلك الأمر على محافظة شرقية مدينة الزئذي كذلك الأمر عندنا في القاهرة والجيدة والسويس ومطروح والدقانية ودوميات والمنطرية والسماعية أنا دايما بقلق بزات من اسكندريا في الأجوال زي دي فبعمل سترس عليها بركز عليها شوية لا خليني كمان يعني أطمن حبرتك الاسكندريا نتيجة للمرحلة الأولى أو العجلة من فصل مياه الأمطار عن مياه شبكة الصرف الصحي تكون فيه المرحلة العجلة اللي اتعاملت سهمت بشكل كبير جدا لإستيعاب الأمور كذلك الأمر تحديد عدد من النقاط الساخنة 155 نقطة اللي متوقع فيها تكون يعني استيعابها للأمطار مفروض يكون أعلى لهطول الأمطار فيها فده بشكل دائم كان فيه تمركز ليه معدات الأحياء كذلك شركة مياه الشرب في الأسكندريا كذلك شركة صرف الصحي كل فرق العمل دي شتغلت مع بعض بحيث أن يمكن استيعاب الأمور وخليني أقول لحضرتك أننا بنعمل سيناريوهات دايما في شهر 8 بتبتدي على مستوى المحافظات المصرية لعملية التحرك مع هطول أنطار أو سيول أو غير ذلك بحيث أنه يبقى فيه دايما درجة معاناة من الجاهزية بعد كل الشتوية في أسكندريا دلوقتي بيتم التطهير الشنايش مرة أخرى والمطابق بحيث أنه لما تيجي الشتوية اللي بعديها تبقى المصارف دي نضيفة تقدر تستوعب كمية أكبر من المياه بالإضافة طبعا إلى البدلات والكسحات والمعجزات نشوفنا فعلا تنضفوا الوجود في أسكندريا النهاردة بطريقة يعني محترفة جدا طيب فيما يتعلق بالمدارس والموظفين بكرة في أسكندريا رايحين مكان أشغالهم ورايحين مدرسهم ولا يعني إحنا هل منتظرين القرار من المحافظ مثلا دكتور خالد يعني لغاية لما يكون هناك قرار إن شاء الله هيكون الأمور ماشية في اتجاه الطبيعة خاصة طبعا أنا عارفة أن السلطة بتكون تقديرية للمحافظ طبعا هو اللي بيحدث في الأخير على الأرض بتعليفة تقديم موقف على الأرض أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد آسم المتحدث بست موزارة التنمية المحلية ترجمة نانسي قنقر